اشتركوا في القناة وهذا التحول عبر عنه جوزب بوريل منسق شؤون خارجي الاتحاد الاوروبي عندما قال ان صفحة جديدة قد فتحت هذا كان بعد اسبوع تقريبا او بعد ايام قليلة من الحملة الحربية ويمكن نتحدث عن حربين اثنتين حرب روسية في اوكرانيا موضعيا وحرب ناعمة او متعدلة الادوات تشن على روسيا ايضا في الجانب الاخر الحرب تريد ان تعيد روسيا الى المسرح الدولي بشكل ما وهكذا ارادت مع حسن مصير اوكرانيا والحرب الاخرى تريد تحجيم روسيا تهميشها وعزلها وبما ارجاعها الى الوعاء اذا في تقدير هذا المشهد مهم ان يلحظ بشكل او بآخر الجانب الثاني هو بعض المحطات التي قد يجدع بنا ان نذكرها في عهد دونالد ترامب كانت الاصرة الاطلسية قد وصلت الى مستوى منخفق جدا او ضعيفة جدا بالاحرى وعندما كنا نسمع تعبيرات ترامب التي يتحدث فيها مع الاوروبي باستعلق باننا نحميكم وعليكم ان تنفقوا اكثر دفاعيا واننا عمليا بحاجة ان او عليكم ان تنفقوا تزيدوا نسبة الانفاق العسكري في الناتو وايضا كان الحديث عن احتمالات ان تتصرف امريكا بشكل مستقل وان الاوروبيين ان لم يتصرفوا فانهم يتحملوا مسؤوليتهم بعض التعبيرات كانت قد صدرت في هذا الشأن محطات اخرى تتعلق بالعقوبات التي كانت تفرضها الولايات المتحدة الامريكية في عدة محطات على الجانب الروسي وكيف كان الاوروبيين يتلكؤون بالالتحاق بها هذا ايضا مسار معين او شيء ينبغي ان نلحظه الان في تقديري جانب اخر بعض المشروعات الاستراتيجية التي كانت تجمع بعض الاوروبيين معروس واعني ببعض هنا بشكل واضح الالمان في المقام الاول ما يتعلق بمسارات الطاقة خط نورد ستريم الثاني البحري كمثال الذي اعرضته الولايات المتحدة الامريكية كانت نقطة خلاف مركزية بين واشنطن وبرلين هذه المواقف المتعددة يبدو اننا اليوم قد اهلنا التغابة عليها اصبحت الاصرة الاطلسية الان محكمة جدا اصبح الاتحاد الاوروبي الذي كان مفككا الى حد كبير لا يستطيع ان يتعامل مع ملف بسيط مثل ملف اللاجئين كان غير قادر على ان يجمع على ملف من ملفات السياسة الخارجية اليوم يتصرف ككتلة رشيقة جدا في اتخاذ القرار بل وقرارات عسكرية وشكل خاطف هذا تحول كبير وسريع جدا في مسار الوحدة الاوروبية ليس بمعنى ان اوروبا قد تبلوى قطبا دوليا كما كان يظن من قبل عشرين سنة مثلا وانما انها انزلقت الى الخندق الاماكي وان الخيارات امامها اصبحت محدودة للغاية وعلى هذا يمكن ان نلحظ ان ادارة بايدن عندما جاءت واستأنفت استأنفت علاقتها بنفس جديد مع الاوروبيين بعد عهد ترامب المأسوم متوتر لفظيا ادارة ترامب عندما دشنت هذه المرحلة اول خطاباتها الموجهة ادارة بايدن عفوا اول خطاباتها وتعبيراتها الموجهة نحو الاوروبيين كانت تلح على فكرة اننا كتلة واحدة مقابل الصين وروسيا بشكل او باخر كان يقال هذا وان ما يجمعنا هو قيم ومصالح مشترك لكن كان التعبير عن القيم واضحا جدا طبعا القيم التي تذكر هنا عبارة عن مقولات وشعارات تعلق بحفظ الانسان بالديمقراطية وغيرها هذا طبعا غلاف الاستقطاب لتكتل معين لاصطفاف معين في مواجهة الدول عمليا لا ترفع هذه الشعارات كما يفعها الغرب كما يقال وبالتالي هنا نتحدث عن الصين وعن روسيا كان هذا في البدايات وكان واضحا ان ادارة فايلون تريد ان تستقطب الاوروبيين نحوك وكانها حرب باردة جديدة الاوروبيون طبعا لديهم خياراتهم الاستراتيجية وسعوا الى حوار استراتيجي لكن عن ماذا نتحدث نتحدث عن اوروبا مقلصة وضعيفة وفاقد التماسك حتى مشهد بسيط يمكن نستحضر هنا انه عندما نشب العدوان على غزة في الربيع الماضي كانت برلين في اتجاه وباريس في اتجاه وهذه ما بقية من عواصم القرارة الاوروبي وكانت دول اخرى في اتجاه اخر واجتمع وزراء الخارجية في بوركسل الاوروبيون لاصدار موقف وعجزوا عن اصداره لانه كان في فيتو من المجر المقربة من امريكا بشكل ما او من الاحتلال بالاحرى في هذا السياق ودول شرق اوروبا وسطها هي اقرب لامريكا في السياسات الخارجية وهي منحقة بامريكا من الناحية الاسترية وبالتالي هنا هذه اوروبا وهي اوروبا التي عاجزت عن تبلغ خيارة مستقلة في التعامل مع روسيا ان تجمع عليه لانه في تحفظات في فيتو كان في مبادرة من باريس وبرلين لان يحدث نقاش استراتيجي او حوار استراتيجي كما سمي قمة استراتيجية للحوار مع روسيا وكان عرض هذا على القمة الاوروبية منعاقدة في بوركسل وعطلت هذه المبادرة دول شرق اوروبا تحديدا دول البلطيق السوفيتية السابقة اللصيقة بامريكا وبولندا اللصيقة ايضا بامريكا وعطل هذا المسار واحبط في القمة الاوروبية في بوركسل وهذا تعبير في تقديره بالاساس عن ارادة امريكية بقطع الاواصل او عرقلة ان كانت تفاهم الاوروبيين معروس شاهدنا في بداية ازمة اوكرانيا كيف ان الحوار كان ثنائيا تقريبا بين بوتين وفريقه من جانب وبايدن وفريقه او ادارته من جانب اخر وهذا ايضا ازعج الاوروبيين بشكل واضح وليست من تقود لاطلسي هذا ما انتهى اليه المشهد تقريبا في الازمة الاوكرانية قبيل الحرب قبيل اندلاع الحرب كان الرهان الاوروبي يقوم من خلال السنوات او العقود الاخيرة على ادماج روسيا في علاقات اقتصادية شركات مصالح متبادلة يتم الى حد ما احتواء روسيا استبعاد المخاطر والتهديدات مع بقاء الاصرة الاطلسية ان لزم الموقف كان هذا هو الرهان لان اوروبا هي المعنية باي حرب تنشئ على ارضها كما نشهد الان لكن الامريكين واضح انهم لم يكونوا يغبون بمسار استراتيجي مستقل مباشر مفتوح مع الجانب بين روسيا الاوروبيين وقد حصل بالتالي انه في لحظة معينة اندفع الموقف الى مواجهة الى حرب هذه اللحظة كانت تعني بساطة انهيار الرهان الاوروبي على من جال على استيعاب روسيا على تحييط روسيا بشكل او باخر عسكريا كتهديد كانت روسيا توصف بانها تحدي لكن لم يكن الاوروبيون يقولون ان روسيا تمثل تهديدا اعني هنا عواصل الطاقة الوروبية وليس الدول شرق اوروبا وسطها الاقرب لروسيا الملتحقة براكم الامريكي بشكل واقع في هذا الظرف ايضا حدث شيء اخر وهو ان الغهان على مشروعات الطاقة وعلى الخيارات المستدامة لعلاقة مستقرة الى حد ما معروس ايضا اخفق التهديدات المسبقة اخفقت وهذه نقطة اخرى وهي ان ارادع الاستباق الذي ابرزه الاوربيون مع الامريكيين لم يعمل ودخل بوتين في الاراضي الاوكرانية وفي تقدير يدرك الصانع القارة في اوروبا ان الولايات المتحدة الامريكية لم لم تقدم لجانب بوسي ما يمكن انشجع على النزول عن الشجرة ايضا ايضا واضح لكن في النهاية حصل ان الحرب اندلعت واصبح الحديث ليس فقط عن الحرب ولكن عن تأهب نووي وهذا يعني ان المعادلة السابقة انتهت وبدأت معادلة جديدة وفتحت الصفحة الجديدة طوعا او كرغا الاوربيون لم يرغبوا بهذا والاوربيون وضعوا امام خيار وهو انهم في لحظة الحقيقة بحاجة للمظلة العسكرية الولايات المتحدة الامريكية تعمل في احشاء الاتحاد الاوروبي كما نشهد الان ترسل قواتها الى بولندا الى رومانيا الى بلغايا قبيل اندل على الحرب وهي ايضا تعمل في اوكرانيا لكن ذكرت هذه الدول لانها عضوا في الاتحاد الاوروبي اوروبا لم تبلور لا جيشا ولم تبلور حتى سياسة سياسة خارجية واحدة وبقي متفارقة الاهواب السياسة وعاجزة على ان تكون قطبا عسكريا متماسكا لكنها الان تتصرف وفق الايقاع الامريكي امريكا تنظم الايقاع لاوروبا اليوم وتنظم الايقاع لاوروبا ضعيفة مقلصة بعد ان خرجت بريطانيا وانسلت منها وابحرت صوبة امريكا وهنا بعد اخر ان الخيار الامريكي كان واضح هنا بان تريد امريكا تريد بريطانيا الى جانبها وكان طبعا اصوات امريكية مشجعة للبريكسي وبريطانيا لم تخرج فقط هكذا وانم تشكل التحالف الثلاثي اوكوس الذي جمع لندن وباريس وكانبيرا وهذا ازعج الاوروبيين كثيرا وخاصة باريس وصبط الغواصات هنا مؤشرهم الذي ننحض في هذا الامر ان اوروبا عمليا لم تجد لديها خيارات سوى ان تتصرف على النحو الذي تصرفت بشأنه لان امريكا عمليا ترسل قوات ترسل خبراء تنفق على ملف الاوكراني وملف شرق اوروبا عسكرية اضعاف ما انفقها والاتحاد الاوروبي حتى الان اتحاد الاوروبي لأول مرة مع ذلكم يقارر مليار يورو حتى الان للقوات الاوكرانية وتصرف الان كأنه كتلة عسكرية هذا الشيء لم يكن متخيلا في السياق الاوروبي لانه عمليا وضع امام في زاوية حصرة بشكل او باخر لا يوجد لديه لا خيار دبلماسي يتصرف لا يملك القدرة على التصرف الدبلماسي الحديث هو حديث الميدان الواشنطن هي من تقرر من الجانب الغربي والاوروبيون وجدوا انفسهم ضمن معادلة الحرب الباردة التقليدية لكن مع ذلكم بقيت ثمت فرص معينة لبدوماسية الاوروبي لكي تعمل ربما وزيرة خارج معلش في الأربع دقائق الأخيرة نرحز أكثر في الانعكاسات في الإطار الفلسطيني بعد إذنك وربما تناقش لنا قضية الشعور العام بأن هناك نوع من النفاق أو والازدواجية معايير متعلقة في الشأن الفلسطيني عندما تعلق الأمر باحتلال فلسطين أو عندما تعلق الأمر بالهجوم أو بغزو أوكرانيا وكذلك التعامل مع اللاجئين وكل ما ذكر في هذا الجانب ربما يعني من خلال وجودك في النمسا وخبرتك في الشأن الأوروبي سأحاول طبعا في أربع دقائق أن أشتيت بإيجاز الخطابات الغربية تتجاوز فكرة ازدواجية المعايير كما يشيع القول ونسميه مصادرة المعيار من الذي يحدد من ما تكون المقاومة ولا تكون مقاومة من الذي يقول من هم اللاجئون المستحقون أو يتم تصلة الأطوار عليهم بالتالي مصادرة المعيار هو الملمح الأوضح هنا وهذا يرحنا كثيرا أنه ما فيش مؤسس الواجهة المعايير في من يقرر ما هي القيمة وكيف تعمل القيمة وأين تتنزل القيمة وأين تحجب المسألة ككل مع كل التقديم طبعا طبعا زميلنا أستاذ علي قدم مداخلة قيمة جدا وأشار لمنطق روسيا لكن هذا منطق لا يسمع ولا يمكن أن يلقى له أي أذن صاغية في أوروبا مخارف روسية الهواجسة الروسية إلى آخر والخطاب الروس بطبيعة الحال وبالتالي جزء من قوة الكتلة الغربية أنجازنا أن نعبر بهذا أنها قادرة أن تضع المعايير وأن تحشد العالم بشكل ما أو المينستريم ميديا كما يقال البعد الثاني في تقدير القضية الفلسطينية تخسر من تراجع الاهتمام بقضايا العالم ككل بما فيها قضية فلسطين هذا من جانب آخر هذه القضية حساسة في عالمنا ويمكن أن تثير أمة ويمكن أن تثير قضايا أسمات كثيرة ببعض التحرك الميداني في فلسطين بعد أسابيع يمكن أن تختلط الأمور أمريكا بالأساس حلفاؤها والأوروبيون معهم لا يريدون أن تشتعل جبهات أخرى في عالمنا اليوم لحظة الحقيقة ينبغي أن تكون في تصويت الحسابات مع الجانب الروسي لا صوت يعني فوق صوت المعاكة أي إزعاجات تأتي من أي مكان آخر ستربك المعيار ستؤدي إلى أزمة معينة ستؤدي إلى الدفاعات ستغطى صدقة الأوروات خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الذي هو أيضا في حالة إرباك ولذلك نقطة القوة في تقديري هنا هو المبادرة الفلسطينية المتوقعة التي ينبغي أن تتوقع مع كل التسليم بوجود أزمة قيادة في الساحة الفلسطينية الجانب الآخر وجود اضطرابات في الإقلي بلا شك هذا أمر لا يخدم الجانب الاحتلال أيضا سوف تستغل روسيا بشكل ما طبعا أنا في تقديري أن روسيا يمكن أن تكون فرصة صعود روسيا فرصة ما لبديل عن أحادية قطبية في خلال الأحادية القطبية تم عمليا تمت الاتفاقات أسل تمت إجهاز على على مسارات معينة في منطقتنا تتعلق بالقضية خسر للشعب في السليم كما كان يعد ظهيرا له في العهد السوفيتي لن تحقق روسيا هذا بكل تأكيد ولكن ثنائية القطبية أو تعددية الأقطار في عالمنا يمثل خيارا هذا إذا افترضنا أن روسيا تصعد توجد قرابة أن روسيا تحجم ويتم إرجاع الوراء وفي تقيانات تواجه مأزقا ميدانيا عسيرا جدا في أوكرانيا بإجازة أستطيع القوت بأن أوروبا عمليا في ملف اللاجئين أيضا هنا التي كانت تصير تحفظات كثيرة حولهم لا حديث عن أزمة لاجئين في أوروبا الآن هذا مثال للمعيار والقيمة وهذا يعود في الأساس لأولوية اليوم أولوية المرحلة هي قرار أوروبي بالتعامل مع التحدي الروسي الذي بات تهديدا أو باتوا ملحقين الأوروبيون باتوا ملحقين بالقاطرة الأمريكية وبالتالي حديث عن أزمة لاجئين حتى اليوم امدالات الطاقة التي كانت تمثل أزمة لأسعار ترتفع ولا نقاش عن أزمة حقيقية وإنما حديث عن ضوة الفكاك من الاعتمادية على الجانب الروسي توجد حسابات استراتيجية مستجدة بكل تأكيد تمني على الجانب الأوروبي بالأخص أن يتصرف تصرفا مغايرا ربما نشهد طول أزمة الحرب مع بعض العواقب غير محسوبة بالنسبة للغرب بشكل عام للأوروبي بشكل خاص تراجع عن بعض الفقوات لكن التحاق الأوروبيين بهذه الحملة التحاق هائد سريع وخاطف فلسطين لديها فرصة معينة والأهم أن أي متغير دولي في عالمنا في المعادلة الدولية من شأن أن يتيح فرصة محتملة وفلسطين لديها الكثير لكي تخصم ترجمة نانسي قنقر